احنا بنغلط كتير وربنا بيسمحنا ويغفر لنا السؤال هو ليه لما قدم غلط واخطأ ربنا لم يسامحوا احد الشخصيات قال لنا ان ربنا غفور الرحيم الله كليه الرحمة والله كليه العدل لو قلنا ان الله غفور الرحيم بدون ان يسوي العدل يبقى العدل يتكسر يعني انا علي شيك بعشر تلاف جنيه وانا ما معيش اسدد الشيك واصبح الشيك بدون ايه رصيد والقاضي ابويا اللي هيحكم علي هل ابويا هيحكم علي بالبراءة يبقى كسر ايه كسر العدل لو حكم علي بالبراءة يبقى كسر العدل لكن ابويا يحكم علي بالادانة ويدفع الدين بدالي يبقى الرحمة خلته يدفع الدين وفي نفس الوقت هو سدد ايه العدل بتاعه قصة كنت قريتها في الرحلات بتاعت انيس منصور حول العالم لما كان في اليابان كل محكمة من محاكم العدل بيبقى لها رمز يعني يمكن تشوفوا المحاكم بتاعتنا المصرية امرأة مسكة ايه مسكة ميزان ومغمية ايه يعني ما بتميز بين دا وده فشاف البدج بتاع المحاكم بتاعت اليابان واحد بعين واحدة ولابس تاج ومسك صولجان فاستغرب فبالقول للجايد هوش معنى انتو اليابانيين عاملين الراجل ده رمز للعدل وهو العدل بعين واحدة ولا بعينين اتنين قالوا له لا ده اصلي كان عندنا امبراطور والامبراطور كان اسمه ديجوة والامبراطور ديجوة ده كان له ابن وحيد وهو ولي العهد والوريس فبيقول في زمن الامبراطور انتشرت خطيتي الزنا فبعد كده بعد فترة اصدر قرار ان اللي يقح في خطيتي الزنا يخلعوا عنيه لاتنين واعتمد القرار الامبراطور ده بعد اسبوعين جابوا له ابنه متلبس في خطيتي الزنا وقالوا له مرضناش نوديه للمحاكم لكن ايه جبناه ليك هتتصرف معاه ازاي بس صلوا قالوا ليه يا ابن كده ده انت الوريس الوحيد ليا وانت لو خلعوا عنيك مش هتقدر تحكم الدولة ليه بتكسر بخاطر بالشكل ده فخد ابنه ورح طلع على القاضي وقال له يا سعدت القاضي ابن غلط واستحق خلعوا عنيه لاتنين وانا بطلب تخلع عين مني وعين منه يتسدد العدل وفي نفس الوقت انا احكم بعين واحدة وابني احكم بعين واحدة فاتخذوا هذا الرجل رمز للعدل في اليابان اتخذوا هذا الرجل رمز للعدل في اليابان يا احبائي عشان كده مهم جدا ان احنا لما نقول ربنا غفور الرحيم دون ان يسدد عدله مين اللي يعمل الكلمة دي اللي يسامح كده من غير ما يسدد العدل مين اللي يعمل كده الجاهل عارفيني الام لما تقول ابنها ايه لما تطلح قطعك يا ترى لما يطلح تطلح لان اصدرت حكم ايه بجهل لكن ربنا كلي الحكمة كل المعرفة اليوم ان تأكل منها موت ان تموت لما ربنا يرجح في الكلام ويقوله سمحتك يبقى انت حكمت حكم ظالم من الاول بتحط قرارات مش قادر تنفسها يبقى العدل بتاع ربنا اتشوه لكن ربنا من محبته للانسان لازم رحمته يقوله يخلص الانسان وعدله لازم يقول ياخد حقه برضه من الانسان فالاقنوم الثاني تجسد واخذ الذي لنا واعطانا الذي له يا احبائي اشتركوا في القناة